بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا كفر السيد مرتضى العسكري المفكر الإصلاحي الدكتور علي شريعتي في الحقيقة لابد من تصلية الضوء على هاتين الشخصيتين الله يبحمه معا السيد المرتضى العسكري أولاً خلناعرف شخصية السيد المرتضى العسكري هو أحد قادة حزب الدعوة الأوائل ولا أعرف إذا كان هو من المؤسسين أو لا ولكنه تسلم قيادة حزب الدعوة بعد انسحاب السيد محمد باقر الصدر والسيد مهدي والسيد باقر الحكيم يعني في 63 إلى 64 إلى 65 هو كان يقود حزب الدعوة وبعد ذلك تسلم هادي السبيتي استلم القيادة إلى سنة ثمانين تقريباً هو كان يعرف أنه قائد حزب الدعوة يعني هو كان رجل إصلاحي أيضاً ورجل حركي وليس رجلاً تقليدياً مثل بقية المراجع التقليديين وأيضاً هو كان كاتب ومفكر وباحث وعنده نظرية في أن الخلافة الإسلامية بعد رسول بالشورى وليست بالنص وهو حاول يعني يفصل بين نظرية الإمامة الشيعية المعروفة معينين من قبل الله ولكن الخلافة شيء آخر غير الإمامة طبعاً أنا رأيي أنا مصحيح لأن الخلافة هي الإمامة والإمامة هي الخلافة ما كان فيه فرق يعني كل الكلام المتكلمين كلهم كان يبحثون حول موضوع الإمامة الإمامة يعني الحكومة والخلافة أول مهم كان من نظرية جريئة تعتبر هذه في الثقافة الشيعية أنه الخلافة بالشورى وليست بالنص ولكنه كان أيضاً يعني شوية محافظ في الحقيقة لأنه مثلاً كتابات علي الوردي الدكتور علي الوردي في الخمسينات والستينات هو كان يصدى إلى وكان يعني كاتب كتب رود علي الوردي وكان فيه سجلات بينهما يعني كان أقرب المحافظة ولو عيل الوردي كان يعني تعتبر ألماني جداً وكان ينتقد رجال الدين وينتقد الطائفية وينتقد كل شيء ولكن طبعاً هو كان عميد كلية أصول الدين أو مؤسس كلية أصول الدين في بغداد في الستينات وكان يبدو عندما خرج من حزب الدعوة بكت علاقات صداقة ما عند علاقات تنظيمية وذهب إلى إيران ربما في بداية السبعينات ذهب إلى إيران أثناء التهجير اليسار لا أعرف الضبط والحقيقة متى ذهب علي شريعتي عالم اجتماع وكان يساري وعند علاقات مع حركات التحرر العالمية والإفريقية بالذات في فرنسا كان درس في الستينات وعاد في نهاية الستينات إلى إيران وبدأ يفسر الثقافة الشيعية والتراث الشيعي يعني كل شيء من التراث الشيعي يفسر تفسير ثوري بمقاومة الشاح شاه نظام مستبد أمريكي ودكتاتوري وعند طبقة ما رجع للدين كانوا يؤيدون أيضا شاه إيران مراجع كبار وعلماء وكذا وهو كان متداخل شاه إيران كان نشط في الناحية حتى مرجعية النجف كان يدخل فيها فكيف بمراجعية إيران ولا سيما بعد وفاة السيد البرجوردي سنة 80 هجرية سنة 60 ميلادي هو ارتاح وأخذ حريته وكان فيه طبعا تعرفون اللي عارضه إمام الخميني وعلماء آخرين في إيران أيضا عارضوا الشاع وإمام الخميني أجي إلى النجف بالحقيقة أبعد هو أبعد إلى تركيا ثم نجف سنة 65 فكان الثقافة التقليدية ثقافة ميتة الثقافة الشيعية اللي على شريعة يسمىها الثقافة الصفوية أنه ما يعرفون من التشيئ إلا أمر وعلي وهالقصص التاريخية ومحاولة يعني كراءة سلبية للتاريخ وما يعرفون روح التشيئ اللي يعني الثورة والتغيير المقاومة الظالمين مقاومة المستبدين فعلي شريعتي حاول أن يكتب عن إمام علي أو كان يلقي محاضرات هو في حسينية في طهران اسمه حسينية إرشاد عن عن إمام علي ماذا يعني إمام علي ما هو خطه ما هو فكره ما هو سياسته وعن إمام حسين أيضا كيف يعني ترك الحج وجاء إلى كربلاء كثائرا والإمام مهدي أيضا فسار تفسير تقديم خطوة نحو الأمام قال بأنه الانتظار السلبي خطأ لماذا تنتظرون هذا الإمام لعمتها فهناك انتظار سلبي وانتظار إيجابي هو أول من طرح هذه الفكرة انتظار إيجابي أنه نعمل ونسوي حكومة وننتظر الإمام طبعا هذا التفاف على نظرية الإمام بالثاني عشر لأنه الإمامية حصروا القيادة والزعامة والإمامة بهذا الشخص المفترض اللي هو ابن حسن عسكري اللي ما مولود ولكن اتقدوا أو افترضوا أنه مولود فهو لم يدخل عميقا في الفكر الشيعي والإمامي أن الإمامة صحيحة ولا مصحيحة والمهدي موجود أو ما موجود يعني حاول أن يوظف هالمفردات الشيعية اللي هي كانت سلبية صايرة مسألت الإمام علي صارت فقط صراع مع السنة والإمام مهدي نقعد نتكتف ونتظر الإمام يخرج هو قال لا فأعاد تفسير الثقافة الشيعية فالعلماء اللي تقريبا كانوا هم تقليديين أو مرتبطين بالشاه ما عجبهم هذا التفسير الثوري فصاروا يقاوموا ويحكون عليها ويردون عليها ويكفروا وكذا دائما الرسائل هو كان يقرأ رسائلهم ويقول شوفوا العلماء كيف يتكلمون عليها حاولوا يقاوموا ولكن هو كان ينتشر فكرة كان ينتشر لأنه فتكلام خاصة الشباب اللي أكثر كان صار يساري وخاصة شباب الجامعات اللي كان يردون يقاومون النظام ولكن ما عادهم فكر الفكر اللي ساري الماركسي المثلا الشيوعي ما يمشي بإيران كان يدركون أيضا هذا بعيد عن الثقافة الإيرانية فأجي علي شريعتي فسر الثقافة الشيعية تفسير ثوري فوقع تفسيره موقعا في أرض خصبة في إيران وبالتالي ولد تيار ثوري وعندما تحركت الجامعات تحرك الشعب الجامعات دائما هم قلب المجتمع الشباب المثقف الواعي اللي هو يقود المجتمع فهذا التيار تلقف أفكار علي شريعتي وتفاعل معه وولد طبعا أدت حركات ذيك الأيام ومنها مثلا حركة مجاهدي خلق اللي كانت قريبة أيضا وهي كانت وطنية يسارية ثم أصبحت شوعية في الفترة من الفترات وأصدر بيان في سنة ستة وسبعين خمسة وسبعين أنه إحنا تحولنا إلى الشوعية الماركسية عليها حادثة هذه وبعدين رجعوا صاروا أيضا يتقربوا من التيار الديني لأنه إيران صارت ثورة إسلامية فيها في سنة 78 فعلي شريعتي كان فكرة هذا أصدر برجال الدين وكان يقول ومن أفكاري أنه الإسلام ما بي كهنوت ما بي كنيسة وهذا صحيح يعني الإسلام لم ينص على وجود كنيسة مثل مسيحية لازم كل شيء عبر الكنيسة تستغفر الله لا تستغفر بالبيت أو أنت نايم أو أنت مثلا بينك ومن ربك لا يجب أن تمر عبر الكنيسة تريد أن تزوج أيضا يجب أن تمر عبر الكنيسة والكنيسة هي مسيطرة على المسيحية وتطلع واحد بالدين والطبب واحد بالدين سولا تعميد دخلها وإذا شوية خربطوا ما عجبهم يسول تحريم يطردوا يعني من الكنيسة بالإسلام ما عدنا أقرأ القرآن من أول إلى آخر ما موجود واحد وصي على الدين والإمام علي عليه السلام كان وصي النبي محمد صلى الله عليه ولكنه وصيه في الأمور الخاصة أقرأ الوصيه وصيه في الأمور الخاصة وصيه في الأمور الخاصة وصيه في الأمور الخاصة يأخذهم ويبيعهم ويعطيه الديون يعني أنت النبي فالعباس قال يا ابن أخي أنت يعني ديونك كثيرة وأنا ما أستطيع أعتذر مرة ثانية النبي طلب من أنه طرح علي فهو أيضا رفض عند ذلك طلب من المم علي أن يكون وصية فقبل الوصية فإذن الوصية موجودة في التراث الشيئ يأخذني لم تكن في الإمامة والخلافة والسياسة والدين الدين انتهى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهذا القرآن موجود حجة الله على العالمين وماكو حاجة بعد واحد يكون وصي على الدين بعدين يجوا بعض الناس من الإمامية أو غير حتى بعض فرق أخرى طوروا مسألة الوصية أنه لا الإمام هو كل نبي عنده وصي وهذا لازم يكون وصي النبي محمد وهو والأوصياء يستمرون وبعدين بعد الأوصياء بعدما انقطعت السلسلة الأئمة في القرن الثالث الهجري صاروا العلماء يدعون أنهم نواب الإمام وواحد بعد واحد وصار عندنا الحقيقة شيء يقابل الكنيسة الآن المرجعية ولو بصورة رسمية يرفضون التشكيل مؤسسة للمرجعية وسيد حكيم مثلا محمد سعيد حكيم يرفض ذلك سيد محمد حسين فضل الله حاول يطرح هذا الشيء سيد محمد باقر الصدر أيضا حاول يسوي شيء مؤسسة المرجعية الرشيدة سماها أن تكون مؤسسة فيها تنظيم فيها إدارة في الشؤون المالية علاقات عامة شؤون فكرية سياسية مواقف يسوي مؤسسة ولكن علماء النجاف رفضوا رفضوا هذا الشيء يعني مشكل بعدين مثلا يلعب بهم يأتيوا الناس من بره يحتوهم فقال أحسن شيء يجعلها عادية ولكن بالتالي يوجد شيء اسمه مرجعية وكلاء وكذا ويرتبطون بواحد وجماعة يرشحوا وذلك أيضا أجلهم خط فكري معين فأي واحد شوي يخرج عن خطهم ويضرب المرجعية صيرون يحربوا يفسقوه يكفروه كذا فالسين مرتضى العسكري اللي هو كان من خلفية حركية وخلفية فكرية أيضا متقدمة ولكن مع الأسف الشديد لا أعرف السبب بالحقيقة هذا الشيء خفي يعني لا أحد يعرف عندما توفي الدكتور علي شريعة ضمن المعركة اللي كانت محتدمة في إيران هو ذهب إلى لندن وتوفي فجأت وبعد شاب عمره 45 سنة 40 سنة يعني مو كبير بالأمر فجاءوا بجثمانه إلى السيدة زينب والسيد موسى صدر اللي هو أيضا قائد حركي وزعيم حركة أمل أقام صلى عليه ودفنه في السيدة زينب ثم أقام بالنسبة 40 يت الدكتور أقام فاتحة في لبنان وشارك بالفاتحة والتأبين عدد من حركات فلسطينية وعربية وأفريقية اللي كانوا أصدقاء الدكتور في باريس وهو كان يدعم هذه الحركات الثورية في العالم حتى من الفلبين مورو وكذا وكان أيضا عندهم علاقات وشاركوا وكلهم أصدروا بيان يعني في العالم فالسيد مرتضر عسكري هنا امتعض كثيرا يبدو عليه وكتب رسالة إلى نائب السيد موسى صدر اللي كان ذي كل أيام الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب كتب له رسالة أنه ليش هذا السيد موسى الصدر يسوي فاتحة الدكتور على شريعتي هذا الكافر قال عنه كافر ما أعلم كيف الكفر أثبت أنه كافر لكن ربما منفعل لأنه في حالة انفعال يمكن كاتب أو واحد مملي عليه رسالة الله أعلم أنه كيف يسوي فاتحة إله سي فاتحه وخلاص لماذا يأتي واحد بعدين يسجل الموقف و يعني لسأقول مثلا منحري فضال على قولتهم دائما للحوزة يطدرون حتى على سيد محمد الحسين فالله رحمة الله عليه شوية في بعض المسائل البسيطة مثلا ما اتفق معاهم أو حاول يعيد النظر فيها مثلا مثلا كسرة الزهراء السطورة المزعومة أو مثلا أشهد لنعلم أن الله يقول هاي بدعة ما يجيبها في الصلاة يعني بعض المسائل حول الولاية حول الإمام عند بعض النظرات فصدر وبيان تذكرون عليه في التسعينات هذا أنه أضال المضيل لأن صار مرجع وصار يهددهم فالخط التقليدي طلع عليه فتاوى فتاوى بالتضليل طبعا هذه مهما جاء فتوى لأنه قضايا شخصية ومواقف سياسية هي قضايا شخصية وقضايا فكرية إذا عندك رد على أفكار مثلا تختلف معها رد علي مو تقول هذا كافر وهذا فاسق وهذا ظل وهذا مظل وهذا كذا مع نفس شديد يعني ذول الخط التقليدي وسيمرتد عسكري في سبعينات يبدو كان قريب من هؤلاء وهذه الرسالة تشرت طبعا انتشرت وسببت توتر بين رجال الدين الثوريين الإيرانيين اللي كانوا بإيران وبرة حول محمد خميني فأخذه موقف سلبي من السيد مرطن عسكري وأيضا انعكس على الفترة من الزمن على موقف حزب الدعوة بعض الناس يقولون أن منظمة العمل مثلا هي التي وثرت العلاقة بين إيران وبين حزب الدعوة هذا مصحح ما كان في داعي لهالكلام إنما كان في توتر قبل ثورة سنة سنتين سبعة سبعين وتوفى علي شريعتي وثمان سبعين صار ثورة وثمان سبعين نجحت إيران وثمانين إجوا حزب الدعوة إلى إيران فكان فيه علاقات متوترة بهذا السبب وليس بسبب تدخل بنظمة العمل أو واحد مثلا ما كان داعي يعني كان المهم يصير تعاون بين جميع العراقيين وما كان كان التوتر بين حزب الدعو بين النظمة العمل يعني كانت أشياء بسيطة قديمة بالستينات ولكن ما تصل إلى حد تخريب العلاقة بين إيران وبين فالله سيد مرتضى العسكري أنا ما كان عند علاقة قوية معه ولكن عندما كتبت مش ودت كتابي التطور الفكر السياسي الشيعي ومسألة لا دليل على ولادة ابن الحسن العسكري وأنه هو الإمام الغائب والإمام الثاني عشر وكذا فكتبت رسائل إلى 400-500 عالم شيعي مختلف أنحاء إيران عراق لبنان خليج من هنا أو هناك في لندن أنه تعالوا ابحثوا هذا الموضوع ومن الناس التي أرسلت رسالة إلى سيد مرتضى العسكري كان علم مفكر ومعروف فأرسلت لرسالة أنه عندي هكذا بحث سنة 1993 فأرجو منك أن تطلع على البحث وتطين رأيك قبل أنشر الكتاب أعطينا رأيك إذا كان كلمة صحيح وقل لي صحيح وإذا خطأ ما تبين لي خطأي وين فالله يرحم وكتب لي جواب وجواب عندي لازال بالبيت موجود هنا قال لي أنه أنا راح أجل لندن وعندي عملية يسوي العيني وأجلس وأستمع لك فأجل إلى لندن يمكن ما أعرف تليفوني أو كذا ما أتصل بي وأنا سمعت أنه جاء إلى لندن اتصل بي وقلت لأنا ذكرت بالموضوع قال إيه أهلا مسهلين فضل تعال للبيت فرحت إلى البيت واخذ موعد من عنده طبعا من ساعة ستة لساعة ثمانية ذهبت إلى البيت وإلى مجموعة من الأخ أيضا جالسين وأنا في البداية ما كنت أتكلم مع كل الناس لأن كان في مرحلة البحث والنقاش والحوار مع العلماء حتى نتأكد تماما ما أعرف بأي سنة بالضبط أعتقد في 94 95 لا أتذكر عن بالضبط فذهبت إليه وكان مجموعة من الناس من الأخوان جالسين الشيخ أبو نبوغ الدكتور جوزة القزويني وأخوة آخرين وكان في مسجلات على الطاولة فقلت له سيدنا أنا عندي بحث خاص معك وأريد أستفيد من عندك فالأخوة الآخرين يعني راح يأخذ الوقت إذا هم دخلوا بالحوار معنا فقال لا لا طبعا أنا ما أحد يتكلم من الأخوان فقط يجتمعون اشترط عليهم قال لكم وقال طيب عندك ما نسجل فسجلوا فسجلوا بالأشرطة الكاسية يعني وأنا بدأت أتحدث مع السيد عن رحلتي للفكرية التطور اللي حصل عندي بعد قيامي بكتابة بدراسة نظرية ولاة الفقيه التي جركني إلى بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر الغائب وثم موضوع الإمامة صار عندي عادة نظر في الإمامة وفي وجود الثاني عشر وفي ولاة الفقيه فقال أنا يعني أنا بحث عملية وما أقدر أقرأ كتابة وجبت له مسودة معي أنا اتفضل أقرأ مسودة قال لا أنا ما ستطيع أقرأ مسودة أعطى لأخ أبو نبوغ أحد قاعدات حزب الدعوة وطلب أن هو يقرأ الكتاب ويرد علي فأخذ لمدة أسبوعين وثم رجع الكتاب قال أنا اعتذر عن مناقشة الكتاب قال أنا ما عندي مصادر هنا في لندن ولست مختصا في المرجال حتى أرد عليك الروايات فقلت لو أندن فعلا أنت مم مختص في المرجال هذا أدرك مقبول أما المصادر فهي كل موجودة في لندن أي كتاب تريد موجود في لندن قال على أي حال أنا اعتذر فالسيد كان مسوى عملية ورائح إلى إيران كتبت له رسالة أنه حدث هكذا أنا ما أرد علي فأرجو أنت أن تقرأ الكتاب وترد علي فشوية صار عصبي السيد و أطاني كتب طبعا في لندن أطاني وبعتلي من الكرتون من لندن من طهران قال أنه لماذا أقرأ كتابك أنت أقرأ كتبي قلت لسيدنا لا أقاري كتبك أولا ثم أنا يجري جاه بشي جديد أنت طلع علي و أطيني رأيك فيه فرفض يعني أن يتابع الحوار رحمة الله علي يعني شفت شوية صار عصبي في النقاش وكذا ربما من ناحية العصبية اللي هو كتب أنا هذا كافر كلمة كبيرة أنا علي شريعتي كافر مثلا علي حال الله يغفر له إن شاء الله ويهدينا وإياه ولكن هذه عادة بعض مشايخنا وعلمائنا ومراجعنا أنه يعتقدون هما صح تماما 100% ويعتبرون التقليد مثلا أو مؤسسة التقليد مؤسسة المرجعية هي هذه المسألة دينية مهمة وهذا امتداد لخط الإمامة وخط النبوة رغم أنه هذه المرجعية متطورة مع الزمن والمراجع هما ناس يعني ممعصومين أكيد يعني وعلى قول السيد محمد الصدر رحمة الله عليه كان يقول للطلاب يقول لهم لا تعتقدون أو يقول حتر الخطاب الصلاة الجمعة كان يقول لا تعتقدون الحوزة العلماء جفرائيل وميكايل ناس عاديين بشر مثلكم يعني فإذا بشر العاديين يعني فيهم أهواء فيهم مصالح فيهم جهل فيهم كل شيء يعني ممكن نحتمل كمان نحتمل هالصفات في أي إنسان فكيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة هذا المرجع اللي هو قد يكون جاهل قد يكون الله أعلم في إيمانه في تقوى هذا الظاهر قد ما يمكن نبني عليه وقد يكون مشتبه في بعض المسائل فالله سبحانه وتعالى ما يمكن يقول لنا أنتو يعني ذبها برقبة تعالى وطلع منها سالم هذا مستحيل ألا ما يخطؤون يشتبهون لهم هواء لهم مصالح سياسية لهم كل شي فما يمكن نحن نقول لعلماء هما نفترض لازم يكونوا أثقيا ولكن كيف نعرف التقي والورق من الدعاية والأعلام إذا شفنا موقف صحيح عنده رأي صحية ممكن وعنده أدلة مقنعة نأخذ برأيها وبيننا وبين الله نحن نأخذ أدلة ونعتمد نعمل بذلك الحكم المستدل بيننا وبين الله ما يجي واحد بالنص يصير هو يعني واسطى بيننا وبين الله هذه المشكلة الكبيرة أن بعض الناس يعتقدون أن العلماء خلص ذلك مثل الأنبياء ومعصومين وكذا ولازم نتبعهم اتباع أحمى تقليد أحمى هذا ما يصير مصحيح يعني حقيقة مصحية لذلك إحنا يجب أن نحاسب العلماء نراكبهم ونشوف وين يصرفون الفلوس فتواهم كيف صحيحة لو مصحيحة وإلى شفنا فتوى خطأ مفتيها أو فتوى لازم يفتيها أو موقف لازم يقوله وما قال المرجع تقاعس تخاذل خاف بس لما نقول مرجع يكون عميل أو تابع لجهة أجنبية وهذا ما تموجود موجود كما كان في إيران مثلا الماء ومراجع تابعين إلى الشاه أو كان مثلا معرفين يسمون الماء البلاط موجود هذا الشيء العلم لا يعطي تقوى العلم شيء والتقوى التي هي حسب السياسة وحسب المواقف وحسب العلاقات وحسب الكذا قد يكون واحد يعني ما يعبر ما يشوف الله شي يقول أنما هو يشوف مصطح كيف وبعدين تذكرون حتى بعض المراجع مثلا شريعة المداري يختلف مع الإمام خميني بعد ثورة ويقال أنه سوف انكلاب أو دعم انكلاب فالإمام خميني مثلا رغم أن كان مرجع كبير حكم عليه بالإقامة جبرية بالبيت يعني الشيخ المنتظري أيضا اختلف مع الإمام بواحد ضد الثاني وبعدين استقال أو أجبرو على استقال وجلس في بيت وفرض عليه لقام جبرية لمدة كدة سنة فهذه تحدث بين علماء طيب لماذا نحن اذا افترض قلدنا في واحد عالم نعتبر هذا هو رمز التقوى والإيمان والصلاح وكان الواحي ينزل عليه لا يمكن مدام بين مراجع الكبار حدثت خلافات فممكن يكون هذا لا أقول هذا موقف صحيح ولا ذاك بس هالإمكانية موجودة المراجع العلماء طلبت الحوزة بيناتهم تنافز في صراع سياسي في وكذا فأحيانا يصدرهم فتاوة لا يزال بها من سلطان هاي يكفرون على شريعت يفسقون السيد محمد الحسين فضل الله هذا الضال المضيل وهكذا الآن حتى الآن يشوفون بعض العلماء أو حتى بعض المراجع يجي يجاوز صلاحياته ويفتي هو مو مجال فتوى بس هو يقول لك هاي فتوى كل شي عده فتوى يجي يضرب الآخرين ويحاول يسقطهم وخاص إذا كانوا منافسين أقويا فهاي الدنيا موجودة العلماء ليسوا معصومين ليسوا ملائكة على قول السيد محمد تصدر رغمت الله عليه وليس كل واحد منهم جبرايل وميكاعي الملائكة يعني فلماذا نحن نعطي ثقة عمياء مبالغ فيها خلص هذا هو يفتهم كل شي والإمام التقبي إساطير أي إمام التقبي إدعايات وإشاعات ويحاولون يعطوها لمقدسة فصادنا مثل الكنيسة الآن المرجعية صارت مثل الكنيسة يعني تصدر هذا خارج الدين هذا كافر هذا فاسق هذا ظال هذا مظل طيب ليش مو أنت ظالمظل عجيب يعني ليش هذا لصدنا الفتاوى الآخرين ليش ما هو ظالمظل يعني هو شنو وحي نزل عليه وما نزل عليه وحي فهذه نحن نستفيد من القصة هذه العابرة قصة التاريخية ونحن نتحدث هالأيام عن شريعتي وهذه الفتوى لأنه يوم 19 يعني حزيراني ومناسبة وفاته وصارت تكلمون كثير من الناس حول موضوع التكفير والرسالة فأحببت أن ألقي بعض الضوء على هذه القصة وهذا الخلاف ونستفيد العابرة من عند اليوم أنه المرجع لا يوجد حق أو الفقية أو أي واحد لا يوجد حق يكفر الناس ويفسقهم ويظللهم وذولا منحرفين هو قد يكون منحرف هو قد يكون ظل ومظل فإذن على كل إنسان واعي ومثقف فتح شوية عيونه ما يغمض عيونه تماما ويمشي أعمى وراء أعمى لازم هم ناس عاديين الله ما جابرنا ولا ملزمنا أن نقلد أحد تقليد ظاهرة سلبية على عامة انحطاب وظاهرة تخلف الأمة الإسلامية يجب الناس كلهم يقعدوا موعي وقال لي ونقاش إذا ما يقدر يجتهل ويغتص يقرأ كتب المجتهدين ويطلع على آراءهم ومواقفهم وما يعطي تقديس لأحد بيقدس أحد أن هذا مرجع إذن هذا رأيه بعد هو يمثل الدين لا ما يوجد شيء أدني يمثل الدين لا يوجد أحد يمثل الدين الدين لله تعالى والأحكام ناخذها إذا أحد عالم حقيقة يعطينا يفرجينا علم يعني لازم حتى نعرف أنه هذا عالم مو بالدعاية والأعلام يصير عالم وسير مرجع وبعدين نحن كلنا نمشي وراء ونثبع الله سبحانه وعليه حاسب يوم القيامة ولا يقبل أنه نقلد أحد تقليد أعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر